موسيقى الاسدوز تعودنا عليه في حصتكم حصة مقهى سبور اليوم كما لاحظتم النقاش كان يدور حول الفريق الوطني ودور فريقنا الوطني الذي نحبه كلنا على مستوى القاري والدولي فتكلموا أخي الصائيين الخبارات المحللين الصحفي السعيد فهنا ممكن من بين النقاط التي اضطرقنا لها وهي الاحترافية الاحترافية في الجزائر إلى حد الآن بعد ست مواسيم أقول ست مواسيم نقدر نقول الاحترافية كارثية بمعنى الكلمة كارثية من عدة عوامل تبين توضح أن هذه الاحترافية كارثية باش نعرفه إذا كان صح إذا كان صح الاحترافية بعد ست سنوات أو ست مواسيم ما كانش ما هيش واضحة واضحة للمعالم معنا زوبير فاضل زوبير اللي ما تعرفوه هاي راح تصوره أدرك هكو شفته زوبير فاضل اللي في قناة كاي بي سي والحصة عن قرب هكذا زوبير فاضل اللي هو ينشط الحصة راه معنا اليوم في القهوة ما جاش بيدوا فارغين جا شرب واش شرب وكلا واش كلا ولكن جابنا هذا الموضوع جابنا هذا الموضوع هذا الموضوع اللي راح يفوت غدوة ان شاء الله للساعة شحال ساعة تسعة مراد بطاجين تسعة بارك الله وفيك إذا نرحبو بيك أخوة زوبير الله يسلم قولنا وش أولا كيف أجددتكم الفكرة ومشيتوا اللي احترامتوا ما مشي مضا تعملوش في الرياضة وش داكم للرياضة بتأكيد سيد مرام برونة شخ شفونا حكمين هات بلصفور مليح تدفع في نحلات خليه خليه بتأكيد احنا هو برنامج تحقيقات اجتماعية اقتصادية وحتى سياسية لكن الوضع التي وصل اليها البطولة اليوم في الجزائر قادنا ربما كفريق صحفي وكبرنامج عن قرب في موسمه الثاني للتطرق إلى وضعية البطولة اليوم التي صارت تسير من الاحتراف المرجو إلى طريق آخر هو الانحراف كيف يتحول اللاعب من بدايته إلى الانحراف ربما محيط ككل يؤثر فيه خصوصا اليوم وأنه منطق رفع الأجور التي أصبحت خيالية تقود بالتالي شاب في عمره 18 أو 20 سنة بالتأكيد للانحراف لأنه كل العوامل اجتمعت على أن ينحرف قل لي إحنا باش ما نخلي وش المشاهدة كده يبقى مازالنا غد وإن شاء الله على التساع ممكن بعض اللقطات نشوفوها معا بالتأكيد وحصريا لكافي سبور رح تفوت بعض اللقطات شكرا ما لا نشوف هذه اللقطات ثم نعود عالم الأرجل الذهبية بالجزائر لا يختلف عن غيره في سائر نقاط العالم العديد من الشباب المقبلين على النجومية لا يحصنون تسيير حياتهم الخاصة والأموال التي تضرها عليهم كرة القدم يصبح بين 200 إلى 300 مليون وفي بعض الأحيان أكثر بأبين يده وهو شاب كان واحد مننا سندي 500 ولدي 400 ويكونوا الشاكين ما أقولوا الولدين يتبعوا فيما الأبين ومش بلين لدي في اللاصم هذي ولكن أخذ لنا الشهريات يقولوا لي دراهم قراءهم ولا وشاك التربية ما هذيك شوية تلعب وصرتوك يكون الولدين مش متحكمية في الولد هم هذيك الحاجة صعبة تفضل زيد زيد فيدنا زيد فيدنا بالتأكيد احنا حاولنا أيضا أنه تكون صحفية هي من أنجزت هذا الروبورتاج حتى نقول نشكروها بالمناسبة ليندا براهيم نشكروها على الجرأة لتطرق لها الموضوع تحرك وتشتهد وتتصل مش سهل أنه تدخل في حياة بعض اللاعبين لأنها ربما جوانب غامضة كثيرا وشفنا الكثير من اللاعبين يتكتمون عن حياتهم لأنها ربما لديهم وجه آخر هو من يقودهم ربما إلى الانحراف نحن اليوم نريد أن يكون اللاعب الجزائري كما اللاعب الأوروبي قدوة للمجتمع لأي شاب لأي طفل لما لا يكون اللاعب اليوم مساهما في جمعية خيرية يكون قدوة يعطي صورة ملائمة للشاب الجزائري الذي تخلق بكرة القدم وبنى جسمه كما عقله بالرياضة التي تربي أولا وقبل كل شيء سمعني الشيخ ذوبير بصلاح حضرتها بليلي أنا بليلي نعذره بالتأكيد بليلي ضحية منظومة رياضية 560 مليون عنده مشاكل بكيفاش يكمل ذوك الدراهم لازم رح لديك الطريق نعذره بالتأكيد هو ضحية بالتأكيد هو ضحية لمنظومك عشر يوم غير هم كوكاين وقنطار ظهر سبح الله يا بليلي شكرا زوبير والله نشكرك بزا بزا هذي أول مرة أحضر كافي سبور شاء لا تكون شاخر مرة بيصير هذا هو اللي نحقول لك مرة أخرى كي يكونوا تحقيقات هكذا مدام بإذن الله شكرا على روراه ودراهم اللي قال لك مزامة وشيتهم شو نراحوا قال لك أن ينسير بياغل سبونسورين اتفق مع مراد بوتاجين والنسخول عملوا موضوع مشترك بين عن قرب نتعرف الافتتاحية على قائلات للخبر وتعلل الخبر المشكل ما يتطرعش حنايا رانا هنا موجودين الهدف دعنا هو باش نحافظ أو يعني خدمة خدمة نقول خدمة للمصلحة الرياضية بصفة عامة وكارة القدم بصفة لأنه يجب أن نتقدم لأنه لو لم نتقدم سنتأخر بالتأكيد فعلا ولما نتكلم هذا ما يعنيش أنه نحن رانا ضد فلان لا بالعكس نحوال أفضل نحوال أفضل شكرا شكرا والله فرحتني شكرا زبير نبقى مع المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة ومع ركن الميركاتو